السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيد اليوم الحسنة تعناوين غادي نتكلمه على رئيس الاتحاد الاتحادية بوركينابية يعني المنافس للخضر يعني ويضاه في مشاكل يعني في وضعية حارجة يعني بسبب اتهامه يعني من مسؤولين الأربعة من التهم لهؤلاء المسؤولين الأربعة وانتهموه رئيس الاتحاد كرة القادم البوركينابية بانسي بتسلط والفساد والتنسيق مع ناظره المغربي فوزي لقجع للإيطاحة بالمنتخب الوطني الجزائري في تسويات كان كأس العالم 2022 نا هيا لويراهي شوف كيفاش هيا لويراهي هما هما لويراهي رام السنيين ونزيدوا فين كنوري لكم فينك هيا لويراهي هما لويراهي رام السنيين حتى الصحافة البوركينابية راي عارفة ما عارفة رواحهم باللي مايربحوش هما عارفة باللي ادى هذا هذا فاسي هذا وين ادى يعني ادى راشاوي وينتا أمار على بلاده باللي ما ما صنعش ادى ثلثمية هو ليبينا باش ما يصنعش سطاد ودار دي فيدي يعني ادى ثلثمية ألف أورو من عند لقجة درها في جيبه جيبه ليمن تعني جيبه ليسر درها من الداخل حطها لداخل ثلثمية ألف أورو بلا أموال يداهم من عند المغربية لقجة علي باش يكون على باكم يعني ويراهي رام في رام في مشاكل كبيرة دير عساب شو ديروا عسابكم باللي هذا رئيس الاتحادية يتعبوا لكي نفاصل رايح يدخل للحبس هنا بليده يقلع ديرك يختار الحبس ويبركي نفاصل زيد لقجة كوما يكالين فيه شكو بديمون يدخل للحبس يعني أموال ملايين دولارات اللي خسروهم يعني وين آنان ضب الرأسية نجيب الرئيس جاب حامد أعباد شنالو فيلا زوجه مع واحدة مغربية زمننا اللوتو طائرات تديه من الريبات تديه توصلوا يعني المادا غسقر وي في بلاده يعني وين يعني خسرو أموال على حامد أعلافات ضرب رأس عامين وقيله وثلاث سنين كملوا معه ضرب رأس عامين وقيله ضرب رأس عامين وقيله وكملوا معه واربع عامين وكملوا معه زيد تخطيط لدار الجزائر خسر أموال على منتخابات خسر أموال على نيجيريا كلاولو دراهم وباطل خسر أموال على جيبوتي كلاولو دراهم وباطل خسر أموال على بوركينافاصو كلاولو دراهم وباطل لا يوجد الثالث لكي يجب الضغوطات يعني جيبوتي ممن يجمشي يعود يردها للمغرب يجبهم أموال قالوا انتم قدوا قدوا راسلوا قدوا راسلوا في مصنع وما كان الرئيس الاتحادية كانت تجد أموال زيد رئيس بوركينافاسو قالوا لي انا ملعبش الجزائر اللي استعدوا كل شو راسل يعني متلقي أموال انا مكشفوه السعافة البوركينابية انا ما نكذبش عليكم ضروك نشوف باللي انتبع هذو الأمور حاجة اللي فايدة لنا انا رأينا اعلاس نروحو المصر كما يقول لك نديروا تربصتعنا كلوالو نربحو جيبوتي نعطوها تريحا نعطوها تريحا الخلاب يعني نزعرهم في الميدان بعد نعطوهم الطعام يأكلوا الطعام بالرمان أي شامي شامي بغدادي بغدادي ونعطوهم ليديمو بس يتفرجوا فينا نعطوهم ليديمو اتعاد الكرة البركينفاسو الجمعة امس باين يكشف فيه عن تلقي رئيس لازار بانسي دعم زملائه الذين يشرفون على تسيير رابطات الجهوية وكان رئيس الاتعاد كرة القدم البركينفية لازار بانسي قد اقدم مؤخراً على تنحية اربع اطارات ينتمون الى المكتب الفيدرالي وان يتهم هؤلاء المسؤولون الاربع رئيس الاتحاد كرة القدم بالتسليط وفساد والتنسيق مع ناظره المغربي فوزي لقجع للإيطاحة بالمنتخب الوطني الجزائي في تصفيات كأس العالم 2022 احنا رجعي بالحضر الروح وهو يتبع في لقجع لقجع داخل فيروشي لقجع داخل فيروشي هل تشوفوا هذي هل تشوفوا هذي وغادي تشوف حملة انا نعطيكم الرسمية غادي تشوف حملة كديره على لقجع يعني رويسة مارمشتعينة خدش هو لي جيبها مور لي راه وازير الشباب الرياضة لحد اليوم في الروس هو راه رئيس وازير الشباب الرياضة اللي قلعه هو اليوم راه وغادي نوض الصحافة عليه بريطانيا غادي تنوض عليه يعني نزيدو حنايا فانك منا لازم الإعلام التعنا الخابيس ينوض لازم هذو نصار هذو توانسا لازم خوباثاء توانسا لازم ينوضو لازم ننوضو دول الصديقة لازم ينوضو يعني هذا الإنسان لتغاق هذا لقجع تغاق بيسا قلعه انا قصة الرجالة يهدرونك لا اهدر ايها انا قلني ساكت قلني ساكت والله هناك عاصيس أصدق من المجاة قلني في عاصيس وسمع حاشتاق ووسمع اشتاق ووسمع ابوذنك وسمع ابوك محلل الفلاني وسمع ابوك كما هكذا لا تتبع على الصوالح كوكاينة للصحافة إعلامتنا إعلامتنا يمشي حسب الشكون هم جيدين مع ذلك الجهة نحن ذلك نحن ذلك معه شاف دين عمارة ولي البحث لا نجعله شاف دين عمارة لا نحن ذلك إعلامتنا يهدر لو كان يعرف باللي الجزائر غاد يطيح تتردخ ويعرف باللي ما عندوش مصلحة والله ما يهدرها ما يهدرهاش يهدرها لجل مصلحة ومصلحات أسحابه هذا مكان هذا إعلامتنا وتدخلت وزارة الرياضة وزارة الرياضة بوركينباسو وطلبت رئيس الإيتياد كورة القدم بالمحلي بإعادة الهدوء إلى بيته الهيئة وهو ما جعل يعني وتدخل وزير الرياضة البركينبية وطلبت رئيس الإيتياد كورة القدم المحلي بإعادة الهدوء إلى بيت الهيئة المسيئة لشؤون اللعبة أو الراحيل وهو ما جعل لازار بانسي يستغيث برؤساء الرابطة الجهوية ليظهر للحكومة بأنه يتمتع بكفاءة والمصداقية وبعيد عن كل شبهات التسلط والفساد ويأتي هذه عشية مبارد جزائي وبركينباسو المقررة تنظيمها بالملعب الشهيد مصطفى تشاكير بالبليدة مساء 16 من نوفمبر المقبل في إطار الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات التصويرية لموديل 2022 وهي المواجهة المصيرية والحاسمة لكون المنتخبين يتصدران لائحة ترتيب الفوج بعد إقصاء الجيبوتي والنيجر في تاريخ السابق إحنا هما يحاوس يدلون كل في الكل بالصح ما غاديش انت غادي كي يجي هنا للبليدة غادي تخسر سوف تربح النيجر سوف نعطيك ساعة تربح النيجر اي نقول لهم مكاش مكاش روح رياضية أخي نحن ضد أنا بروح يضد الروح الرياضية ماذا كون هذه الروح الرياضية وين تسكن؟ أنا ضدها خاجت دير عسابك لو كان انتارك مهود البركي نباسو الشعر يطيره لك الشعر يطيره لك والله لطير لك شعرك بس يكون في علمك والله وتجي مع شكون إليه خسرت ماذا نحن كانت مليحانا؟ هما داروا عرثة هما لقجاء دخل هذا البنسي في حيط قالوا الروح عندي وين الربحك وين فوتك كوب ديمون الروح الرياضية عندي أجيبوك الجزائر نتاهموا الجزائر أعلافة شوكوا لعبونا في بوركي نفاصو ونظمانين كم كانوا يربحونا بصعهم دعونا جو المغرب ودارونا مؤامرة بصعهم أمرة ما نتحتلهمش يعني ما مركوناش أمزية مخسرناش أمزية مخسرناش هذه اللي نقولها تحية الجزائر